جزء تاني من فقرتنا لده ما بيكون حوارية مع الأستاذ الكبير والناقض الرائد الكبير الأستاذ محمد القوصي برحب بيك أستاذ محمد أهلم بيك أهلم بيك محمد الحمد لله ده نورك حبيب ربنا خلي طبعا أحداث كتيرة جدا فيه الساحر رديرة كروية بشكل عام وناد الأهلي بشكل خاص لكن البداية من ناد الأهلي وعايز أعرف رأي حضرتك في لقاء الأهلي ودجلة أبس رأيي أنا في لقاء الأهلي ودجلة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحقيقة يعني أنا عايز أقول لك أنا عايز عايز حالة استمتاع بالناد الأهلي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يدومنا نعمل أهلي كده ويمشي بهذا الشكل وهذا المستوى والوضع إن ما شاء الله إن الأمور حتمشي بهذا الشكل إن دي شخصية يعني البعض كانت خاني ممكن ده يعني فيه أحيانا ظاهرة تعمل ماتش كويس وماتش حلوة تقول لك أي وجميل وحاجة رائعة وبعد كده ترجع تاني المستوى أما إن كنت تتحافظ على شخصية معينة بنفس التفاصيل فيما يقرب من عشر مباريات دلوقتي فدي حاجة ده دليل على إن الراجل ده عمل شخصية واضحة ومحددة طبعا ده أهلي طول عمره ليه شخصية كروية معروفة يعني لكن عمل شكل للأداء الأهلي للتاكتك في الأهلي للخطط في الأهلي تحركات لعبة الأهلي أنا الأول مرة يعني شوفنا الأهلي كتير واللعب ماتشات كتير جدا وعمل ماتشات تاريخية وماتشات عظيم بس الأول مرة نستمتع بكورة النادي الأهلي بنشوف كرة جميلة كرة حلوة أداء رائع إمبارح رمضان صبحي وهو طالع يحتفل بالجون فيه سبع وقفين في السيكس ياردر يعني يحتفلوا معاه صح حاجة مش ممكن يعني تخيل فريد أهلي كلها كانت جوال سيكس ياردر يعني أوليين جدا ما يجمون فالأهلي بيلعب كرة جميلة كرة مميزة كرة فيها تحركات رائعة الطريقة اللي بيلعب بيها اللي بدأ يلعب بيها بدأت توضحة للناس كلها واللي يقدر يواجه يواجه بقى يتفضل يواجه لما بيلعب أربعة واحد أربعة واحد حاجة يعني بتعمل كسافة هجومية غير عادية ضغط هجومي غير عادي الأهلي أكاد نادرة ما تلاقيش الكرة بين الرجلين اللعبية مجرد أن الأهلي بيفقد الكرة فورا من الضغط المكسس في اللي بيحطل من كل اتجاهات الفرق الثاني مش عارفة تعمل ليه لأي اللعب اللي معاه الكرة محتار يباصيها فيه لدرجة أنهما كانوا بعض الأوقات بيضيعوا وقت في التمريرات عشان يحاولوا يطولوا زمن الكرة معاهم على قد رمكانك الأهلي بيجيبها بأسرع ما يمكن يعني في الغالب دائما بتلاقي استحواز الأهلي في حدود 60% وقد يصل من بعض الفرق إلى 65% يعني استحواز غير عادي يعني طبعا حاجة جميلة وحاجة مميزة اللعبة كلها بتأدي دورها بشكل قوي شكل مميز نتمنى اليوم يا رب التوفيق ما شاء الله لعب خمس مباريات خمس انتصارات بأهداف كبيرة جدا معدل تهديفك يا كده يتفوق على ثات أهداف في كل ماتش حاجة عالية جدا وحاجة محترمة جدا فرص كتيرة جدا برضو عندك يمكن مهدرة لو سجلت كل فرص الأهلي اعتقد المعادلة التهديفة يبقى عالي جدا ومعادلة التهديفة غير مسبوك يعني في هذا الأمر فطبعا تحية للجهاز الفن وتحية للعبين وحاجة محترمة جدا بدم صوتي وصوت حضرتك وبحيي أيضا الجهاز الفن اللعيب على أداء الجايد جدا اللي بيأدوه خلال الفترة الأخيرة لكن هلاك عرف أن فيه ضغط المباريات ضغط المباريات سواء محلين أو أفريقين وبالتالي فيه لعيبة هتقع منك لكن هلاك بنلاقي بسم الله ما شاء الله اللعيبة اللي بتحل محل اللعيبة اللي تصابت زي محمود وحيد بيلعب مكان عالي معلول وقادر أنه يثبت نفسه وقادر أنه يخش مع المنظومة كأنه بيلعب معهم بقاله فترة مش فرض جديد لسه على المتشاط بشكل أساسي رأي حراك في مستوى وهلا حراك شايف أن محمود وحيد قدر أنه هو يعني يغطي الفجوة اللي سيبها علي معلول في ناحية الشمال يعني قبل يخش شاك عم حمود وحيد عايز أقول أن مستر فيلر نجح أن يخلي فيه منافسة كبيرة جدا بين اللعبين ويخلي كل لعب جاهز أن يلعب ولما ينزل يقدم نفس المستوى اللي فيلر عايزه أو اللي احنا عايزينه أو اللي ناس متوقع منه اللي ما يعملش خلل في الفريق فأصبح عندك عدد كبير جدا جاهز من اللعبين عملية التدوير اللي عملها بين اللعيبة دي حتى أنت بتشوف اللي قاعد برة من الزعلان يعني فيه لعب مرة قاعد عددك بقى من الزعلان دي عملية خطرة جدا يعني صعبة يعني صعبة يعني صعبة يعني احنا بشر برضو أنا مشالك من الزعلان ايه ليه؟ لأنه هو واثق أنه ليه دوره ولما هينزل يلعب وجهز نفسيا ومركز جدا في الماتش عارف هينزل يعمل ايه؟ فالأمر ده خلى فيه أنه عنده عدد كبير جدا من اللعيبة في كل المراكب بينزل أي لعب في أي وقت بيديك المطلوب لدرجة أنه هو الاثنين اللي عملوا بتغييرات مبارع نزلوا جابوا أهداف وجابوا أهداف مويزة يعني مش أهداف عادية يعني علم عنه القيمة كبيرة جدا وحاجة عظيمة جدا زي حمدي فتحه لما كان في وسط الملح صح لما شوفه لما ميشي طبعا حمدي كان ليه دور كبير جدا مع الأهلي وكان من الصعب الاستغناء عنه وحتى مع منتخبات واحد من أفضل المدافعين اللي بيلعبوا دلوقتي وحتى كل الخبر أطلقوا عليهم المدافع العصري الحديث اللي بيقدر يعمل كل المطلوب منه في كرة القادة فالأهلي فقد هذا اللاعب لإصابة قد تمتدل ست شهور أو سبع شهور أو أكتر ربنا يرجع بأسرة ما يمكن لكن فيلر بتكتيكاته باللعب اللي عنده قدر يتغلب على هذا الأمر نفس الموضوع بالنسبة لإن ناحية الشمال العالم علول العالم علول سنة العدد أفضل لعب في الناد الأهلي ويمكن كامل عامل مهمة جدا اللي سامت في فوز الناد الأهلي بالبطولة يعني هدف الناد الأهلي يعني هدف الناد الأهلي وأفضل لعب وعمل موسم حاجة ما شاء الله يعني أهلا بس العدد دي كان ليه دور واضح وكان ليه أداف مؤثرة جدا كوني طبعا يقدر الله أن يصاب فعندك بديل عندك محمود وحيد بيؤدي بشكل رائع وشكل مميز ما حسناس أنه فيه مشكلة يعني أداءه دفاعيا وأداءه جميعا مميز جدا يعني وفرصة أننا كنا نتفرج عليه يعني جميلة برضو المدرب هو ليه الدور الأكبر أنه دايما عندك المجموعة دي لأنه سبق وكان لعب برضو وحيد في أحد المتشات والراجل أجاد ولعب بشكل قوي شكل مميز يعني فطبعا حاجة جميلة وربنا يغفهم يا رب دايما حاجة محترمة لو تكلم عن التحديات اللي الأهلي يواجهها خلال الفترة اللي جاية ممكن حباك تلخصه لي فيه بالطبع فريق قوي زي النادي الأهلي بهذا الشكل قوي فنيا قوي بدنيا قوي بالعدد الكبير جدا من اللعيبة اللي موجودة عنده بعدد اللعيبة الجهزة الكتير موجودة عنده بالأداء بالنتاج اللي بيعملها بالحرصه أن يكسب كل المتشات اللي بيلعبها أعتقد أنه حيواجه طبعا صعوبات يعني حيواجه طبعا أي فريق حيواجه الأهلي الفريق يكون عنده دوافة عالية جدا إزاي يوقف الأهلي إزاي يعني يوقف تقدم الأهلي يعني أكيد طبعا كله دلوقتي بيدرس يعني كيف تواجه هذا الضغط المتقدم كيف تواجه هذه الكسافة العددية للنادري أهلي كيف تواجه العدد الكبير جدا من اللعيبة اللي في وسط المعر بتقدمه على الوجوم فبالتالي أنت بتعرفش تواجه حد منهم أعتقد أنه كلنا يبدأ يفكر إزاي يعرف يجيب جنف الأهلي يعني وده بتشوفها من فرقة كتير جدا إنك أنت يعني الأهلي طبعا مندفع هجوميا بشكل كبير جدا يعني فالبعض عليك هيفكر في الموضوع ده التحدي الكبير للنادري أهلي أن يعالج المنطقة الخلفية اللي ظهرت إن دي محل دراسة وفي المدفعين مش موجودين أبرزهم محمود متولي لما يرجع كده كل يدور كبير جدا في الموضوع ده فدي ده تحدي كبير جدا إنك تعالج دفاعك وتقود دفاعك بشكل كبير جدا إنك فيه فرق هتلعم قدامك بطرق دفاعية وتقافل قدامك الأطراف بشكل كبير جدا لأن الأهلي بيعتمد عليها كبير جدا لكن الميزة في الأهلي برضو الأهلي عنده حلول كتيرة جدا في اللعبة يعني الأهدف الثلاثة للناد الأهلي ما تعرفش جاي لك منين من الشمال جاي لك من اليمين جاي لك من العمق جاي لك غير التزديدات وغير الفرص الكتيرة اللي موجودة فطبعا الأهلي ده هو نفسه هيبقى تحدي للأخرية فاعتقد إن الأمور مش تبقى سهلة بالنسبة للناد الأهلي في الموضوعات كتيرة جدا بدلل إن ودي دجلة وأنا بعتمد ودي دجلة من الفرق اللي بتلعب كرة قدم مميزة جدا في الدوري وتكاد تكون بتلعب كرة حلوة يعني لأن المدربة وعنده فكرة وعنده رؤية وبيقدم لنا النماذج حلوة في كرة القدم وبيقدم لنا أداء كويت حضرتك دلوقتي اتكلمت على دجلة وقلت إن دجلة بيقدم كرة حلوة لكن الكرة الحلوة بتقود دجلة إلى المركز الأخير رأيي حضرتك هل استمرار المدير الفني لدجلة ولا تغيير الدماء بما إنه الموسم الماضي دجلة كان بيعاني لكن قدر إنه يقف الدوري الممتاز هل حالك شايف إن دجلة يقرر نفس الكلام الموسم ده والله حان الوقت علشان دجلة يغير دماؤه وينقذ ما يمكن إنقاذه خلال الموسم الحال لا أنا شاف إنه أصلا يعني بص للإدارة وإنت تفهم الإجابة على السؤال بتاعك ده أريش مرحبا أنا عايز حالك تفاهمني بتقول لي لا 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 سرع أنا أسف يعني وإنت أقصد تلاقي الإجابة على السؤال لا أنا أسف جدا في التعبير لا أنا عايز أسمعه من حضرتك والله لا والله لا ما أقصدش إنك تفهم لا بقول لي يعني بص يعني بص لإدارة ودي دجلة وهتلاقي الإجابة جات لك من هناك إزاي إدارة لك ده إدارة محترمة إدارة مستقرة إدارة بتلعب تشتغل على مسافات طويل إزاي ده الفكرة الموجود في إدارة النادي الآن ما بتحسبش بالقطعة إزاي لما جابوا المدير الفني اليوناني في التعاقد معاه السنة اللي فاتت فكانت نتائك سهية جدا زي ما قلت حضرتك ولكن ماجل سامي تمسك به بشكل كبير جدا لأنه كان مقتنئ بقدراته وإمكانياته وقدر الرجل يكون عند حط نظامه وبهذا دجلة يعمل نتائج قوية ونتائج مميزة في المرحلة الثانية أعتقد أن التاتابونت الموجودين عند دجلة دلوقتي يعني غير لائقين وغير مناسبين لا للمدرب ولا للعبة الموجودة في الحقيقة في الفري يعني الفري فيه مجموعة لعبة كويسة ولعبة مجموعة مميزة وكان مبارح كان ممكن ده الفرص ممكن يسجله في الأهل أكتر بمرة فأعتقد أن لن يتم الإطاحة به وأنا مش مع الإطاحة به أصلا لأنه مدرب فعلا مدرب كويس لكن نتائج مش مساعدها المؤكد أن المرحلة المقبلة هداشت تطور كبير جدا في الأداء وفي النتائج الدور الموسم ده أصلا محمد مش ممكن يكون عكس التوقعات إن الثلاث فرق اللي صعدين من تحت هم بيقدوا بشكل رائع جدا ويعني ندي قوي لكل الفرق عكس الفرق اللي كانت تعاقدت مع بيات الموسم بميزانيات كبيرة وضخمة مع العيبة زي الجونة وزي دجلة الفرق اللي عندها الفرق الاستثمارية اللي عندها رأس مال كبير هل عالك شايف أن الموسم النسخة الحالية هي نسخة ملاش مقيس؟ أتوقع أنها تكون نسخة مختلفة لأن في طموحات كبيرة جدا عند الفرق اللي طالعة وعندها رغبات كبيرة جدا وغير كده أن في مدربين مسكن فرق جداد طالعين سنة أولى دوره ممتاز عندهم طموح كبير جدا أن كلهم اسموا يعملون زي ما تقولي أسوان مجد عبد العاطر أول مرة يمسك كفري كابتل أيمان المزاين في طنطا كابتل أيمان المزاين في طنطا عبد الناصر في مصر يعني ودولة وجوه شابة وخلء كوادر تدريبية جديدة في مصر يعني وده مهم جدا لا تمنى ما يحصل أستاذ محمد لا هيحصل بيزن لا كوادر فنية إدارية في المجالين الإداري والفني بص كابتل أمري يعني أنا عندي يقين وعند إيمان أننا كمصر بفضل الله بلد ولادة في كل الاتجاهات لا ينضب معين المصري على الإطلاق في كل مجالي يعني ممكن يعني بص لما عتزل كابتل الخطيب قال لك خلاص كده مش هنشوف كورة لما عتزل أبو دريج قال لك خلاص بطلت لما عتزل ماردونة قال لك خلاص بطلت لكن بتطلع طلع الصلاح وفيه ناس تانية طلع بعد يوم كتير فيه ميس مين اللي هيطلع بعد ميس دلوقتي بس فيه خبر أستاذ محمد أنا قريته قبل حالك ما تخشيلي بس أنا كنت حابب أن أنا أحطه في الوقت الصح عشان أسأله حالك فده وقته أنا لنتكلم على الكوادر نتكلم على الشباب فالتحال الكورة قال أنه بيدرس تحديد سبعين عاما كحد أقصى لسن المرشحين للانتخابات هل عليك شايف أنه يعني سبعين سنة ممكن نخلق كوادر شاب تكون موجودة تقود الكورة المصرية لا يعني مش كل ما هيبقى سبعين سنة يعني يعني بس كتير قوي سبعين سنة طبعا لازم الخبرة طبعا بفيه شكك بص 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 يعني سبعين سنة ده خبرة كبيرة جدا ولا بد موجود بص أنا ضد أنك تقول أن سبعين مثلا أو ناس العمار سنية متقدمة يستبعدوا ونعتمد على الشباب لا الشباب ينفع لوحده ولا شيوخنا في كل الاتجاهات ينفع لوحده المزج بين الأسناء بين الشباب وبين الشيوخ لأن ده عنده الخبرة وده عنده الحماس وعنده الجهد وعنده الطاقة وعنده الرؤية وعنده الإبداع فمهم جدا فأعتقد إذا كان حط البند ده المؤكد يكون فيه مساحة للشباب أن يدخل ليه بقى؟ لأن الشباب الشباب اللي بتحرك هو اللي بيروح هو اللي بييجي طب من اللي بيخطط فيه دماغ تخطط صح ممكن ليه بقى؟ السن ده بيديك خبرات السن ده الحياة دي مدرسة مدرسة كبيرة جدا مريت أنت بمواقف كتير جدا أعتقد أن فيه رؤيتك دلوقتي المواقف كنت بتشوفها من زمان الدنيا تغيرت لأنك مريت ومريت بتجارب ودخلت في إيجابيات ودخلت في سلبيات الشاب ما دخلهاش ما شافهاش فبالتالي هو بيخش لسه يخش واحد تجربة أنت ده تنقذنا من مطبات كتير جدا فمهم جدا أن يكون عندك رئيس للتحاد أمين السندوق نائب الرئيس عمر سن نيمة تقدمة وليهم خبرات كبيرة جدا وشخصيات مرت بتجربة مهمة جدا في الملاعب وفي الكورة وفي الإدارة وفي كل حاجة ده مهم جدا ومهم جدا أن يكون عندك الشباب بتاعك اللي يتحرك ويجري ويتابع كل استحادثات العصر يعني كل ما هو جديد موجود في العصر فده مهم جدا يعني طيب وحشيتنا بطولة أفريقيا ومن 2013 الأهلي لم يحقب بطولة أفريقيا هل هل تعتقد أن سنة 2020 بإذن الله نادي الأهلي يقدر يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله أنا طبعا نقطة مهمة جدا بس عابلنا في الملف الدوري كان فيه نقطة عايز أحب أتكلم فيها لأننا أحب أتكلم في الجزء بتاع أسوان أسوان وطنط ماشي ممكن أن هذا كان عندنا ماتش الاتحاد وطنط وانتهى التعاد والحقيقة بشيد بنادي التانطة بيقدر بشكل قوي جدا مع آيمن المزيد وبشيد بنادي التحاد في نفس الوقت مع كابتن طلعت يوسف المدير الفني طبعا الأستاذ المصلحي حاجة محترمة جدا يعني والاتحاد يمكن كان بيضيع وهو دائما بيجي أنتش النادي التحاد سكن داري يعني بحقيقة كابتن طلعت يوسف المدرب الخلوق المحترم المؤذب حتى الراجل لما بيطلع يتكلم تزداد احتراما لهذا الراجل يعني لا يغلط في حد ولا يتجاوز ولا فريق منافس ولا اي حاجة بيكلم عن العيبته حتى لما كان موجود عقمة وبيكلموه عن القمة يقولونها جماعنا ما العيبتش لسه ده لسه بدر قوي والمنافسة جبيرة جدا حاجة محترمة جدا كانت طلعت يوسف مع أمه هذا بجد الجزية اللي أنا عايز أخرج منها يقولها الانديها الشعبية في الدور السندي عنديها اديها الشعبية اللي موجودين ودولا معروفين موجودين دايما في المقدمة بتاعة الدور عندك الاسماعيلي من الانديها الشعبية العظيمة صحيح في تعشرات دي وقت لكن الاسماعيلي بيعود زي ما عمل السنة اللي فاتت وقدر يرجع ويقدر يرجع في أي وقت لأنه عنده القضاة وعنده الإمكانات نادي المصري ما شاء الله ماشي بشكل قوي وشكل مميز جدا على فكرة الأول انتهى صفر صفر بين المؤلمين والمصري بمناسبة نادي المصري تمام المصري من الفرق ماشي بشكل رائع بين في أفريقيا وفي الدور عندك نادي طبعا تكلمنا عن نادي الاتحاد عندك نادي طنطة ماشي بشكل كويس جدا بالرغم أنه يعني متأهد للممتاز من قسم التاني السنة عندك نادي أسوان برضو رغم الإمكانيات المادية الصعبة جدا وظروف الصعبة اللي بيشغل فيها كابتل مجد عبد العاطي إلا أنه ماشي أنا عايز أخرج من الكلام ده إن وجود الأندية الشعبية في الدور بهذه القوة هذا الشكل هيدي للدور المصري القوة وروعة ومتابعة بدرجة كبيرة جدا من الجماهير لو رجعت الجماهير إلى المدرجات ستشاهد جماهير كتير جدا في معظم المباريات لأنه هتلاقي الأندية الشعبية متواجدة في معظم المباريات وده مهم جدا يا رب إن شاء الله يوفقه وحاولتك طييم ممكن ناس الحركة سؤال خاص بالجماهير قبل ما نروح لأفريقيا إيه اللي مطلوب من الجماهير يا سيد محمد علشان تعود وبقوة إلى مكانها الطبيعي المدرجات في المتشاط وعلشان يعود يعني تعود الحياة إلى المتشاط الدوري بشكل عام والكاس وأفريقيا بشكل أكبر إيه اللي مطلوب من الجمهور إن حضرتك يعني تنصحه لشبابنا وإخواتنا وحبابنا علشان يعودوا من جديد سؤال يعني مهم ويعني حقيقة يعني الجمهور هو يعني بص زي يعني هو روح الملاعب هو الأكسجين اللي بنتنفسه أو بيتنفسه اللي عمين في الملاعب هو الصورة الجميلة اللي بتوصلنا إحنا وإحنا بنشاهد حتى على التلفزيون يعني فارج كبير جدا بإنك تقعد تتفرج على مطش كورة ومدرجات تنعق فيها الغربان وقعد تتفرج على مدرجات فيها أغاني وأهزيج وموسيقى وأنشيد وتشجيع ودوافع بتاخدك للأمام بشكل كبير جدا اللي احنا عايزينه إنه عايزين نشوف المشهد التاني إن الجمهور المصري يرجع المدرجات وأنه نعود إلى ما قبل 2011 طبعا الحاجة الكرسية اللي أصرت عالي لغاية دلوقتي بعد حدثت طبعا اللي تعرض لها جمهور الأهل في بورس عيد والمشكلة اللي حصلت دي طبعا احنا عايزين نرجع تاني للمدرجات تمام نرجع ازاي المدرجات أولا يعني لازم يكون فيه أدبيات وإخلاقيات تتبتع بها كل الجمهور مش بيكلم تذوقتي على الجمهور المكرم كل جمهور وكورة مصر صح يا جماعije كل جمهور وكورة مصر علشان نرجع لمدرجاتنا يرجع جمهور الأهلي والزمالك والإتحاد والمصري والإسماعيل وكل الناس ترجع لازم يكون فيه أدابيات وفيه أخلاقيات وفيه انضباط وفيه التزام بتعليمات المنظمين للمباريات. فيه اتزام برضو بال بالاشياء الامنية اللي بيحطها الامن. صح. مش بيحطها علشان تبقى قيد عليك. ممكن كنت بيحطها عشان يحافظ على حياتك. صح. بيحافظ عليك. ويحافظ على حيات الاخرين. فده مهم جدا. فانت لما تمنع من حاجة يعني استجيب. اه انه كون موجودين في المدرجات بشكل شيك وبشكل منظم. نبطل الشتايم. انا انا الحكاية اللي بتجنينها يا كابتن امر. ليه الشتايم? شعر. ليه نشتم في بعض? ليه اهتافات منظمة الشتايم ضد شخص ما او ضد اي شخص ما. ليه يعني. طب انت حضرتك يعني انا عايز اواجه السؤال. انت حضرتك. الاحد اي مشجح او اي فرد جمهور ايا كان الناد انت انتملي. انت شخصيا تتمنى او ممكن حد يجتمك بشكل مباشر. او يسبك بأمك او يسبك بابوك او يوجه لك اي حاجة ده كده. يعني حط لنفسك مكان الاخرين. عامل الاخرين بنفس الطريقة التي تتمنى ان يعملوك الاوروبية. يعني كل الناس لها اباة ولها امهات ولها اسر ولها اولاد. ما ينفعش الكلام ده. اه حتى لما نقعد ونشجع برضو. يعني احنا دلوقتي الدوريات الاوروبية يا كابتن عمر. وانت استاذ في هذا الامر وضليع في هذا الامر ومشاء الله متخصص. اه بتشوف الجمهور بتستمتع. الا ايبة بتطلع تسلم على الجمهور. بيحضنوا بعض الجمهور والا ايبة بعد الاهداف. هل ده يكون رأي حراكة لو اتحاد الكورة فرض على الاندية ان بعد كل مباراة نطلع لسلم على بعض. هل العصبية والتعصب اللي موجود في الجمهور ممكن يختفي? ممكن يختفي لو انا. ما شفت ان هي بتسلم على بعض بعد الموتش. اللعيبة اللعيبة? اه. ما بنشوفش. دلعة تانية. دلعة تانية. دلعة تانية ايه? تلاقي مثلا بوسمش. مين اكبر كلاسيكو في العالم? بارتش هنا وريال مدريد. مثلا يعني. وما بينهما يعني حتى سياسيا. لما بينهما حتى سياسيا بشعة جدا. بعد الماتش تلاقي بارشلونة اه مزام باتريال مدريد بالخمسة. او العكس. او العكس. او العكس. او العكس. بيزعله دلوقت تلاقي فيه ناس بارستوية. وناس. عالمين. اه. فتلاقي دائك او كسبان دائك وكله بمنتهى الراحة بيستلم على بعض. لحد ضرب ازازة. ولحد شد شنطة. ولحد راح للاعب وقال له مش عارف ايه. ايه الادب والاحترام ده? وترى الفائز والمهزوم يخرجان. وكان ما فيش حد يخسر في الماتش. ايه طبعا. الكسبان الروح الرياضية. انت كسبت الماتش. استفر حاجة بخصة القصة. وانا بفكر في اللي جاي. وانت بتفكر في اللي جاي. وهكسبك تاني وكسبك تاني. حب نديك زي ما انت عايز. اعش. نديك زي ما انت عايز. شجع نديك زي ما انت عايز. مالكش تعم بالاخر. يعني يعني سيب الاخر مع نفسه. يعني ما تشتموش ما تنوش ما تعملوش حاجات كده. ما تكسرش المدرجات. ما تعدش في الاماكن مثلا. يبقى في نظام معمول علشان اه 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 حاجات اجراءات امنية في الملاعب. لا قادر ارى حصلت حاجة الناس تدر حرك فيها. تيجي انت قاعد بين الكراسي في المدرجات. حاجات كتير جدا. المفروض نلتزم بيها. كل جماهير مصر تلتزم بيها. علشان نقدر نرجع الجمهور. لان الحقيقة لن يكون عندنا دور قوي الا بالجمهور. انا متخيل ان فرقة النادي الاهلي. لو جمهور النادي الاهلي بالكامل مع الفرقة. كنت هتلاقي قد كده عشر مرات. وانا شاف الاداء بتاع الاهلي ده الوقتي. لو الجمهور متاح له انه يبقى موجود. لو جمهور. انا نفسي شوف المشهد ده. نفسي شوف المشهد ده. نفسي شوف المشهد ده. هتلاقي الجمهور بعد الشاكل. بس انا بس الصوت كمان بقى. دينا الصوت بقى. يعني بص الصوت بقى. بصد محمد ده عراق بتتكلم الصوت فعلا بيرج الملعب ويحرك الصخر زي ما احنا متعودين. الجمهور ده كان حاسم في المتشوات كتيرة جدا سواء للاهلي او محمد دخل صعود الاهلي. يعني الجمهور اللعب مؤثر جدا في نتاج الفرق ونتاج ده جمهور الاهلي العظيم. يعني اللعبة محمد ده عراق واحد حضرت المتشوات كتيرة جدا للاد الاهلي. يعني في اوقات كتا تتمنى انك تكون لعب. بتلعب في الملعب علشان الجمهور ده يشجعك وينده باسمك ويبقى وراك ويحبسك. صح؟ ده. تبقى تبقى تحس انك كنت بتبقاش عريرة كده وانت موجود. صح. ده. احنا حسناها دلوقتي على فكرة. اه تحسناها دلوقتي. انا لما بقى واحدة المتشوات زي كده بيتهزم تتهزم من جمهور من حماس الناس دي والتشجعها واداء. يعني حب الناس للنادي الاهلي حب الجمهور النادي الاهلي. او حب اي مشاجعة لأي ندي. حاجة عظيمة جدا وحاجة اه رائعة. يعني احنا منتظرين جمهور النادي الاهلي. المتمسك بقيم النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي وسلوكيات النادي الاهلي واخلاقات النادي الاهلي. لان من وجهة نظري اي حاجة بتحمل اسم النادي الاهلي لابد ان تسير تحت مظلة قيم ومبادئ وتقاليد النادي الاهلي. فده مهم جدا وأعتقد هم عارفين هذا الكلام وعندهم هذا الكلام وهم يعني أسادزة وهم يعني إحنا بنتعلم من الجمهور ده حاجات كتيرة جدا الحقيقة الجمهور الأهلي ده يعني أنا أنا يعني والله عظيم شفت الجمهور كتيرة جدا ومن طبع جمهور كتيرة جدا بس تشعر أن الجمهور ده يعني نوعية خاصة شكل مختلف حاجة يعني جميلة جدا عشقه للنادي وعشقه للكيان ودايما وقف في داره وصفور تليف في كل مكان حاجة عظيمة جدا يا رب إن شاء الله نشوف هذه القوة الجبارة وهذه الطاقة ده بس ده زل ده عشان كده عيسى حراك سواء حراك رد القيمة وقامة إعلامية وصحفية كبيرة هذا حراك شايف الإعلام مقصر في دوره والكلام وتجاه الجمهور علشان يوعيه علشان يتكلم معاه في تحصيصه فقرة من ضمن فقرات بالساعات على شاشات التلفزيون وفي الصحف والمواقع في توعية الجمهور وإنه زي وعي الجمهور من أول لما يروح المطش لحد لما يخرج من المطش جمهور الآلي والزمالي والجمالية وكل أنديت مصر إزاي نوعي الجمهور في كل الكلام ده وهذا حراك شايف إن الإعلام مقصر وإزاي الإعلام يشتغل على نفسه خلال الفترة اللي جاية في توعية الجمهور للنهوض بالكرة المصرية علشان يكون زي مش قريبين من الكرة الأوروبية في تشجيع ده كلام مهم الإجابة على سؤالك يا كابتن عمر محتاجة منظومة الدولة بالكامل ليس الإعلام فقط الآن لأن دي أي إنسان فينا يعني دايما في أي موقف بيعبر عن الثقافة اللي موجودة جواه التعليم اللي موجود جواه الأفكار اللي موجودة جواه الخبرات اللي موجودة جواه بتطلع منه في أي مجال لذلك أنت عملية التوعية دي وعملية أنك توصل الإنسان مثالي يكون موجود معاك ده أعتقد من المدرسة من الصغر أنك بتربي عند الصغر وعند الناش الروح الرياضية وزي ما أنت بتتقبل الفوز وتسعد وتفرح به لابد أن تتقبل الخسارة لأن الحياة مش كلها انتصارات وخبالك وزي ما بتقبل الإيجابيات تقبل السلبيات وزي ما بتسعد بالحاجات السهلة والحلوة والجميلة في صعباتها تقابلك ما تقفش قدامها وما تخليكش تنكسر وما تخليكش تحبط لدرجة أنك تعمل حاجة أسوأ من اللي موجود قدامك يعني أنا من وجهة نظر يعني وده موجود يعني أنا شاف أنه أنه مش الإعلام دلوقتي والبداع أن الفن المصري زمان كان بيرسق قيم وأخلاقيات وسلوكيات في الناس صح أن المدرسة المصرية زمان كانت بترسق قيم وأخلاقيات وبتربينا وبتطلعنا بنحترم الكبير أيا كان حتى لو غلط فيك أنت بتحترم المدرسة المصرية عندك من كيجوان لغاية سنوية وبعد كده الجامعة كان كل ده أخلاقات بتبس فيك بقيتناك تطلع شخص صالح للمجتمع المسلسلات المصرية اللي كانت بتبسر والقوة النعمة العظيمة بتاعت مصر كنا مسيطرين بها على المنطقة بتاعتنا لو بصيت لو رجعت حتى لو بصيت دلوقتي على قناتنا ماس بيرس زمان اللي بتعيد نفس المسلسلات القديمة كلها ترى أخلاقيات وسلوكات مختلفة تماما وغير موجودة دلوقت اللي كمية أفلام بس تعنف بشكل غير عادي في يمكن في العقدين الآخرين أكيد ده أثر على سيكولوجيات الشباب كتير جدا وعلى سلوكيات ناش كتير جدا فعملية الإصلاح شوف أنا بكلمك على المنظومة شاملة تقدر تعمل ده طبعا الإعلام في المقدمة لأن الإعلام هو الأكتر تأثيرا في الرأي العام احنا مش في مجال توجيه النصائح أو مجال إصلاح سلوكيات أو مجال اللي أحدث عن سلبيات الآن ولكن احنا بنقول إزاي يكون عندنا في المستابل يعني مفتح اشتغل حتى يعني شوفنا ده أهلي بيشتغل لعشرين خمسة واربعين ممكن اشتغل على المنظومة دي لعشرين تلاتين مثلا بعد عشر سنين أو بعد خمسة وارب سنة يعني أعتقد أن الإعلام ليه دور المدرسة ليه دور البيت ليه دور المسجد ليه دور يعني حاجات كتير جدا السينما ليه دور الفن ليه دور الحاجات دي مهمة جدا في إصلاح أي سلوكيات في المجتمع يعني بحيث أن معاملاتنا كلها في المجتمع ولكن في برات كرة القدر فقط تكون معاملات سوية ومعاملات محترمة وإن الأخلاقيات هي اللي تتغلفنا لأن دينا الحنيف دائما بيشجع على الأخلاقيات يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقولك على سنة السلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فخلي عندنا الخلق ده أساسي في حياتنا يعني صح طيب أنا فيه جوز عايزة عايزة روح ليه مع حراك مهمة جدا بعدين هارجع لملف الدولي عشان ناخد رأي حراك في شوية ملفات خاصة بكرة حتى كنا من الحتة الأفريقية لا لا ما نبقى بالحتة الأفريقية علشان ده جوز مهمة جدا جدا خاص بالنادل النادل دايما حراك بناخده مثل وقضوة وكل الأندية المصرية بتمشي وراء والأندية المصرية والأفريقية العربية مع كامل الاحترام والتقدير الأهلي دايما هو اللي بيكون سباق لكن حراك عارف إن أي نجاحات بيكون دايما في العنصر البشري العنصر البشري بيكون مهمة جدا جدا لو طورتم منه وحسنت منه هديك نتائج مفيش أحسن منها وبالتالي كابتن خطيب اكتبع مع لجلة التخطيط وأيضا مع كل المسؤولين عن قطاع نشئين من كابتن فاتح مبروك لكابتن تامر حفني واتكلم على العنصر البشري وتطوير العنصر البشري في قطاع نشئين والبراعم والاستعانة بأخصاء تغزية وأخصاء نفسي علشان يطوروا وعلشان يسهموا في عملية تطوير العنصر البشري علشان يكون عندك ناشئ صاعد مثقف واعي سليم 100% جسديا وصحيا شايف حراك الخطوات دي كلها رأي حراك فيها إيه والإسراع في إنجازها إيه طبعا ده كلام مهم وكلام محترم وعملية بنية تحتية تمام ليه الوصول مستقبلا إلى اللاعب كرة قدم مميز بشكل رأي ومتكامل ومتكامل لأنك أنت ممكن لعب تصرف عليه وتفاجأ إنه مش متازل نفسية صح يعمل لك مشاكل ده أمر بنشوفه آه يعني بعد ما صرفت عليه كتير جدا صح ممكن لعب تصرف عليه وما تلاقيش متغز بشكل كويس فما تستفيدش منه فتلاقي الصبات كتير جدا وتعبين ومجد وليقت قواته البدنية ما بتؤهلوش إنه هو يعبر عن اللجوة تمام تسقفيا ممكن النجم إن أنت بتصرف عليه لكن تفاجأ إنه هو سلوكاته مش مزبوطة معاملاته مش كويسة صح أفكاره مش مزبوطة ما عندهش القيم والأخلاقات بتاعتنا ده أهل ما يفعله الآن كابتن محمود الخطيب مع هذه المجلس إدارة بشكل عام مع لجنة التخطيط مع قطعات النشئين ده عمل أعتقد أنك سترأ صرف المستقبل إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذه الأفكار إن هي يعني تبقى أساسية وتستمر بحيث إن الكابتن محمود الخطيب بيدير النادر آلي بعد سنة بعد اثنين بعد عشر سنين وجدت إضافة حتى بعد عشرين سنة تكمل على نفس المشروع يعني ده سيستم موجود في النادر الآن فهو بيحط سيستم دلوقتي فده أمر مهم جدا لتخريج لعب كرة قدم زي ما حدتك قلت متكامل العناصر يقدر يفيدك مرتقبلا زي ما منشوف الأخلاقات الموجودة في الأبن الأوروبي بتصنعهم مؤسسات حتى فمهما تعرض لضغوط ومهما تعرض لصعوبات لا عنده اتزان نفسي وعنده توازن وعنده توازن حتى في انفعالاته يعني فده أدبيات واخلاقات مهمة جدا وده حاجات مهمة جدا مطلوبة لاسا في ندل أهلي فقط ولكن في كل الأندية لأنه مش هيكون عندك مستقبل كويس ما لما يكون عندك ناشئين كويسين مميزين تشتغل عليهم لسنوات طويلة جدا ولازم يكون عندك برضو إذا كنت تستعين بالعيبة من بره مهم جدا إنك أنت يكون عندك ابنك ابنك أنت اللي ربيته وانت اللي عملته وانت اللي تجيب موهبة كبيرة جدا وتتبنها من الصغر وتفضل تصرف عليها لغاية ما تبقى عندك كده حاجة عظيمة وحاجة عبقرية يعني لو بسيط النموذج ميسي اللي هو أعظم لعب في العالم شوف برشلونة خده منين يعني برشلونة يعني لما بيادات ميسي مع برشلونة عدوا دمور وكان عنده مقصف الكالسي يعني إيه ده جماعة ده مينفعش خلص يروح يعني بس هم خده عملوله الناحية الصحية والنفسية والغذائية وعلموه وربوه الحاجات دي كلها إن شاء الله إن شاء الله أنها يتم تنفذها بشكل محترف المطولة الأفريقية ولازم السؤال ده يعني أنا يعني طبعا متوسم خير في المستوى للأهلي بيقدمه الموسم ده طبعا في الدولي وبطولة الكاس وبداية الأفريقية مباراة النجم لها أسبابها لكن مباراة الليلة الأهلي أدي فيها بسم الله نشاء الله بشكل جيد هل حالك شايف أن سنة 2020 إن شاء الله يكونوا مشاهدوا على الأهلي والأهلي حقق اللقب الأفريقي التاسع علشان يكون موجود اللي بيعملوا النادي الأهلي دلوقتي ده هو الطريق إن شاء الله إلى منصة عشرين عشرين بإذن الله إن شاء الله أنا مش بقول إن الأهلي بطل بطولة أو فاسوية طبعا كم ده ما ينفعش يتقال ما ينفعش أي حد يقول على الفريق وإحنا لسه في الأدوار في دور المجموعات مهما كان هذا الفريق يعني مثلا دورة عبطل عرب دلوقتي لا تستطيع أن تقول من اللي ممكن يفوز به على الإطلاق حتى لو كان الموجودين طبعا بكل تأكيد نتمنى الأهلي وإن شاء الله الأهلي يفوز بهذا اللقب يعني بعد ما جاب عنه من 2013 كان آخر لقب فاسو النادي أهلي وكان على يد الكابت محمد يوسف الأهلي مركز جدا يمكن الأهلي يشتغل على ده في الثلاث سنين اللي عدت ولم يحالفه التوفيق ولم يوفق يعني وصل اتنين نهائي ولم يوفق وكانت البطولة الماضية لما الأهلي طلع من الأدوار الإقصائية مبكرا يعني فالأهلي يشتغل على الأهلي ويمكن الكابت الخطيب المشرف على كرة القدم تحرك بشكل كبير جدا جاب صفقات مهمة جدا جابوا مدرب مهمة جدا ممكن نكمل محرك بعد الفصل معلش النازل نطلع الفصل حالا معلش ناسف نطلع الفصل وبعدها نرجع نكمل مع الأستاذ محمد قوسي خليكم معنا أهلا مع حضراتكم من جديد سيد محمد معلش أعطعت حضرتك في كلامك عن بطولة أفريقيا وتسمح لي أن حالك تكمل بقى النقطة التي تستفيد فيها بالضبط يعني فالنادي الأهلي بيخطط لي هذه البطولة بقاله عدة سنوات أمل أن يعود لها لأن دي بطولة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي قريا وعالميا لأنها يتوسلك لبطولة العالم للأندية ويمكن بطولة العالم للأندية بعد كده هتكون حاجة مختلفة تماما طبعا تصل لأربعة وعشرين فريق تأيير بعد كده الأهلي كان من الفرق اللي لها بصمات في البطولة دي وإن شاء الله يرجع لها قريبة بإذن الله فبإذن الله أنا شاف النادي الأهلي ماشي في الطريقة الصحة لغاية دلوقتي صحيح أن أول مباراة يعني تعثر فيها بفعل فاعل وكلنا نعلم من هو الفاعل يمكن الأهلي لغاية طرد أي من أشرف كان الأهلي مسيطر وماشي كان هيعمل نفس المطش وكان هيخلص يعني بفضل الله لكن طبعا الحاجة بتدخل وحصل فده مطش خارج التقييم يعني شفنا مطش الهلال الأهلي أدى فيه بشكل قوي جدا واعتقد أن فيه دروس كتيرة جدا الأهلي خرج بها من هذه المباراة أنك تحاول تستثمر أكبر عدد من الفرص عشان ما تحطش في مأزق في أي وقت من أوقات المباراة يعني مهم جدا وأجمل حاجة في الأهلي دلوقتي الأهلي برضو ما بيكتفيش بهدف ولا باتنين الأهلي دايما بياتع جاهدا إن بيزوت حصيلته أو غلته من الأهداف طول الوقت فده مهم جدا فأنا شاف إن الأهلي ماشي في طريق الصحة إن شاء الله وبإذن الله يعني يكون ليه دور كبير جدا في هذه البطولة لكن هذه البطولة واحدة من أصعب البطولات القرية تقريبا يمكن على مدار التاريخ البطولات الأفريقية ليه؟ لأن عندك مش قل من يعني عندنا مثلا إحنا في دور 16 دولة عندنا 16 فريق فيهم 8 فازوا باللقب قبل كده أكتر من بارا فرق عظيمة جدا وهتشوف ممكن تفاجئ إن 8 دولة طلعين مع بعضين في دورة 8 فهتبقى مواجهة تكثير عظام تكثير عظام لا ما فيش يزار في الموضوعات دي وهتلاقي الطموحات كبيرة جدا وهتلاقي الدوافعة كبيرة جدا عند كل الفرق إنها تفوز بالبطولة الأهلي محتاج تركيز كبير جدا في البطولة دي محتاج إن يؤدي بقوة محتاج إن يسجل عادة كبير جدا من الأهدف في كل مباريات على قد ما يقدر إن شاء الله تكون بطولة أهلوية مميزة بإذن الله أنا شاف إن الأهلي السنة دي بعد الأرض اللي احنا شافينها دي إن شاء الله يعني حيكون طريقه يعني ميزور بإذن الله نحن هذا اللقب إن شاء الله أنا معي خمس دقائق حبيب إن أنا أتكلم مهراك في الموضوع مهم أعتقد إن هو يعني يهم الشارع القروي ويهم كل من هو يتابع دوري الدرجة التانية المصري حالك بطولة الدوري الدرجة التانية بطولة صعبة جدا جدا وبطولة مهمة هي اللي بتطلع وبتفرغ لعيبة لمصر لأنديت الدوري الممتاز وكذا لعيب طبعا على مدار التاريخ تقلق في دوري الدرجة التانية أو دوري المظليم زي ما بيطلق عليه أو تقلق في الدوري الممتاز وكان الطريق ممهد لي أو كان الطريقه لتقلقه في الدوري الممتاز هل حالك شايف أن تأسيم تلت مجموعات هل ده يعني مصار صحيح لأنهود بدوري الدرجة التانية علشان ينافس دوري الدرجة الأولى وهل هو حالك شايف أنه هل هو عادل إن احنا نلاقي مجموعة فيها فرق زي البلدية والغزل والمنصورة والرجاء وده منهول والوليمبيا فاركو وأن مجموعة التانية فيها باني سويف والبنك الأهلي وشبان المسلمين والأعلمين في مجموعة واحدة هل حالك شايف أن الجزء الأولاني ده صح والجزء التاني ده صح لا ده مش مسار صحيح ده مسار مجملات مسار مصالح مسار فواتير انتخابية هل يوجد تكافي الفرص هنا في المقبل نعم أنا ما أقول لك ده مسار فواتير انتخابية مسار مجملات ليه مجملات لأن أصلا كان مخطط لهذا الدوري أن في هذا الموسم يكون 18 فريق أو 20 فريق مجموعة واحدة وكل يشتغل على هذا الأمر منذ أن تولى المهندس هنا بريدة أن في سنة 2019 أو 2019 و2020 الموسم ده أنه حيكون معنا الدوري ده من مجموعة واحدة من 18 فريق نفس عدد الفرق اللي موجودة في الدورة الممتاز دوري قوي جدا دوري مرزم جدا دوري يبقى فيه منافسة دوري حيفرز لك الأقوى ثلاث فرق موجودة أنا كنت بالرغم أن أنا رجل صعيدي وأتمنى أن الصعيدي يكون له دايما فرق في الدورة الممتاز وعملوا كوتا للصعيد أنه لازم يكون له مجموعة منفصلة به أن يتأهل فريق ممتاز ده كلام جميل وكلام مميز لا أنا 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 يعني بنتجاوز كل ده من أجل مصلحة الكرة المصرية أن يكون عندنا دوري قوي ومميز سواء تأهلت فرق من الصعيد فرق من بحر فرق من القاهرة وهو القاهرة الكبرى بشكل عام نتفق على هذا المبدأ على هذه الفكرة لكن اتحاد الكرة لم يفعل ذلك وتراجع عنها بعد ضغوطات الجمعية العمومية وتأثرتها في العملية الانتخابية فأنا مشايف أنه طول ما الدوري ده موجود بهذه المجموعات أنه كل مجموعة عندك تقريبا 36 فريق بيلعبوا وفيش توازن في المجموعات بدليل أنه ممكن فيه فرق في مجموعة تانية قوية جدا أقوى من فرقة أهل من مجموعة تانية يعني وكمان البنك الأهلي كان قاهرة راح السعيد لا 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 حتى عملية التوزعات بيكون فيها مجملات بيكون فيها لعبة كبيرة جدا ويكون فيها مجملات فانا عشان أعمل أمن عن المجملات دي وأشتغل لمصلحة الكرة المصرية أشيل كل ده أناسف جدا لو كلام ده هيزعل حد وكلام ضد مصلح ناس بدأ ما هو في المصلحة العامة أكيد حتش يزعل لا لا فيه ناس بتزعل من هذا الكلام هما ناس كل هموم إن هم يبقوا موجودين ما يزعلوش فمهم جدا يا جماعة لو أنتوا تهموكوا ما صح تكونوا في مصر عشان يكون عندنا دور قوي جدا وإن الثلاث فرق يطلعوا يشتغلوا بشكل قوي شكل مميز إن يكون عندك الدور مجموعة واحدة إذا عملنا كده يبقى عملنا الاصطالح العام ويشتغل ما عملناش كده يبقى عملنا المصلحة المجملات وطراضيات الأقارب والأحباب والمقربين والمصوطين في الانتخابات يعني نعمل يعني رأي حراك في النظام اللي ماشي عليه الدوري الإنجليزي إن الدوري الدرجة الثانية أو الشامبينشيب بيكون في بطل بطل بياخد الدرع وبيحتفل يبقى عمل إنجاز يعني أو حق بطولة بتبقى حاجة شرفية ويبقى حق بطولة بطل دوري الدرجة الثانية وياخد درع ويتأهل التاني والتالت معاه ويتأهله ده اللي المفروض يتعمل يعني هم بيعملوا هناك بقى من التاني للسادس بيعملوا دورة وبيعملوا تاني زي يشوف لها أي نظام بس عمل لي مجموعة واحدة قوية وتتشاف في التلفزيون ويبقى لها عوائد ورحاية وبس وتبقى حاجة قوية جدا وفي مقدرة على التغطية ده وإذا كان عندك هنا ثلاثة فعندك تحت سمنتاشر مجموعة اللي مش عقا في كم مئات الفرق في الدرجة الثالثة إزاي هتطلع العيبة بالشكل ده يا جماعة يعني مفروض الدوريات دي تكون مفرخة بتطلع وشوفنا العيبة موجودة في الدرجة الثانية بتطلع تبقى نجومة يعني حمد فتح اللي هو من أفضل عابد الوقت جاي من ده منهور وتدرج وتدرج إلى أن وصل هنشوف العيبة بهذا المستوى لأن دي القاعدة بتاعت مصر فمهم جدا يعني سيد محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا شرفتيني ونورتيني ودائما باستمتع بيك بنخليك كابتن عمر وأهم حاجة تستمتع بنادي أهلي بس انت بتستمتع بنادي أهلي طبعا بنت تتبنى المطش ما يخلص صح؟ يعني دلوقتي تشعر أن المشاعدين المطش يهلي يخلص بسم الله بسهر الله بسهر الله بسهر الله بسهر الله أهم حاجة ربنا يحفظهم من شر الإصابات ومن شر الحسد أهم حاجة حلوية الدول موافقة كابتن عمر ربنا يخليك شكرا ما ننساش أننا جمهور المصري صوت لمحمد صلاح في جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال محمد صلاح وهدفه في ريت بول سالسبرج مرشحه بقوة علشان يكون أحلى وأفضل وأحسن هدف في هذه الجولة نشوفكم إن شاء الله يوم السبت على خير في حلقة جديدة من كلام في الميديا نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة